مزيد من المتابعة مع مرسلتنا من مرجعيون جنوبي لبنان دارين الحلوة تنضم إلينا إذن دارين ماذا في أبرز التطورات على صعيد هذا اليوم اللي كان فيه القصف المتبادل كثيف إلى حد كبير كما رصدنا خاصة على مستوى القطاع الشرقية في الساعة القليلة الماضية نعم إيمان هذا التصعيد في القطاع الشرقي الذي تحدثت عنه متواصل حتى قبل ثوان من بدء هذه الرسالة كان هناك قصف على أطراف بلدة الخيام حيث سنوضح عبر الكاميرا هذه الأطراف التي قصفت بقذائف مدفعية إسرائيلية كانت أكثر من أربعة قذائف سقطت في المكان عينه ولكن هذا القصف يأتي بعد أن شاهدنا استهدافا لمستوطنة المطلة وهي مواجهة للمكان الذي استهدفها بالمدفعية الإسرائيلية هذه هي مستوطنة المطلة التي استهدفت بصواريخ من داخل الأراضي اللبنانية لكن حتى اللحظة لم يصدر حزب الله البيان الذي يتحدث فيه عن هذه العملية طبعا مسكاف المطلة هي مستوطنة لكنها أقرب لتكون ثكنة عسكرية منذ الأيام الأولى لبدء التصعيد في جنوب لبنان كنا نشاهد كيفية إخلاء المنازل للمستوطنين ووجود تواجد وتخفي الجنود الإسرائيليين في هذه المنازل الموجودة هناك أيضا كانت هناك رشقة صاروخية انطلقت من مكان بالقرب من النقورة من أحد البلدات في النقورة ويرجح أنها من بلدة القليلة أطلقت صواريخ باتجاه المستوطنات الواقعة في القطاع الغربي عادة هذه العمليات تجري في تلك المنطقة وتتبناها فصائل فلسطينية حتى اللحظة لم يصدر أي بيان تبني لما حصل والمكان المستهدف لكن كما ذكرت استهداف ميسكاف عام استهدف أبنية ما يعني أن حزب الله بات واضحا في الرد على الجانب الإسرائيلي بالمثل بمعنى أن إسرائيل التي تغير بالطائرات الحربية والمسيرات كما شاهدنا اليوم وكما شاهدنا بالأمس أيضا بدأ حزب الله يعني يوجه عملياته بشكل واضح ومباشر باتجاه أبنية مدنية وهو ما ذكرته بياناته التي تحدثت فيها أو تحدث فيها عن عملياته إيمان شكرا جزيلا لك دارين الحلوي مراسلتنا من مرجعيون